هذول مئات الأشخاص كانوا مجتمعين في هاي الساحة في هونغ كونغ في الصين يعني لكن جميعهم تراجعوا لي في ساحة طريق أمام سيارة الأطفال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم وخللونا نكمل في سلسلة رياكشن طبعاً إيجاني منكم مجموعة من الفيديوهات المميزة عبر حسابي على الانستجرام وإيضاً كتبتولي في التعليقات عن مجموعة فيديوهات أنتوا حبيتوا نعلق عليها لكن أنا اليوم اخترت هذا الفيديو وهذا الفيديو إجاني من يسرى إم الجود بتقول فيه هذا الفيديو يسامي من أجمل الفيديوهات اللي حتعرضهم بقناتك لأنه لمواقف إنسانية راقية ومؤثرة صارت مع الناس بصراحة عن جد الفيديو مؤثر جداً ويمكن أنا بحب هذا النوعية من الفيديوهات لكن قبل أن أبلش لا تنسوا لايك للفيديو وأيضاً اشتراك بالقنو وتفعيل الجرس دروني تفعل الجرس عشان تصلكم كل فيديوهات اليومية طبعاً أنا بحب أعرض فيديوهات المواقف الإنسانية يعني بحب أشوف أن الدنيا لسه بخير من خلال هدول الناس وهدول الأشخاص طيب نبدأ بالنسبة لهذا اللاعب لاعب الكرة هذه عبارة عن كرة عطلانة لأنها من نفسها من الهواء ما إلها قيمة لكن بالنسبة لهذه الطفلة هي أعظم هدية وصلتها في حياتها لحظه قدش تأثرت موقف إنساني من اللاعب كل الاحترام هاي إمرأة حصانها هرب منها الكل تخلى عن المساعدة هي لحالها يعني بتجري وراء الحصان إلا هذا الرجل المحترم اللي قرر يساعد هاي المرأة لمساك بحصان هارب مش شيء ساهل يعني لمجرب يعرف أنه شيء مش ساهل لكن هذا الرجل ظل يحاوله ما تخلى عن المساعدة هو على فكرة مش بس مساعده وحامى الناس لأنه لو الحصان ترب طفلة أو حداً في الشرع ممكن يقتله بالفعل نجح بالمساعدة برافو طيب هذا الشاب كان كل اللي بدوا إياه في يوم ميلادو هو أنه يشارك الجمهور في التشجيع لفريقه المفضل لكن لأنه المشجعين أشخاص منها حطيبين لما عرفوا أنه اليوم عيد ميلادو قرروا يحتفلوا بيوم ميلادو بطريقة خاصة لاحظوا فرحة الطفل يعني ممكن هاي شغلة تكون شيء بسيط بالنسبة إلك لكن بالنسبة لهذا الشخص شيء عظيم جداً طيب البطة الصغيرة ما قدرت تلحق يبدو أنه بإمها هذا الرجل قرر المساعدة أشياء بسيطة لكن عند ربنا بكون ميزانها عظيم يا شماع برافو قرر لاعبو كرة القدم وشاركة فوزهم مع هذا المشجع من أصحاب متلازمة القلوب البيضاء واحتفلوا معه لاحظوا كأنه هو اللي حقق الهدف صحيح بهالموقف ما غيروا العالم لكن غيروا حياة هذا الشخص لاحظوا ردت فعله ما أروحها يا الله طيب هاي امرأة كافية فزارت مطعم في عيد ميلاد ما كانت تتوقع أنه سيصير معها شيء مميز لكن شيء في المطعم لاحظوا قرر يهنيها بميلادها بهذه الطريقة هي كتابة عيد ميلاد سعيد على طريقة إبرايل وهو نظام للكتابة والقراءة تفهموها المكفوفين يكيد تعرفوها فبتقرأ بهذه الطريقة يا الله ما جمع الإنسانية قراءة التهنئة من خلال الأصابع هاي طريقة خاصة بالمكفوفين بسبب فيروس كورونا ولا حدا يجعل هاي الفتاة الصغيرة لا يحتفل بميلادها لكن الشارع كله قرر يحتفل ما أجملهم كثير صارت مواقف شبيهة في فيروس كورونا وامرار الشرطة اللي بيهنه طيب هذا الرجل لقى عمل توصيل خربانة دراجته لإطار خربان ومضطر يوصل الطلب فقرر يساعده بطريقة غريبة أعطاء دراجته الشخصية عشان ما يخسر وظيفته ويتعاقب من الشركة تخيله يعني وثق فيه وعطاء الدراجة ورجاله إياه بنفس المكان بعد دقائق من توصيل الطلب كل الاحتراف يا الله هذا غزال صغير يبدو أنه عالق في السياج بنادي على أمه هذا الرجل قرر المساعدة ما أحلاهم بعد مجتمع الرأفة والرحمة حلوة يا جماعة هذا شخص لاحظ أنه رجل تعطلت دراجته فما طنش ومثل كثير من المرة قرر يساعده يبدأ أنه رجع تخيله كيف يساعده سحب الدراجة من خلال رجله إن كانت فيها جزء من المخاطرة لكن في النهاية هو حاول واجتهد أنه يساعد لكن في المقابل يمكن سيارات شاحنات ناس مرت ولا حدا على باله ووصلوا لمحل تصليح السيارة طيب هذا شخص مصاب بعمل ألوان لكن صديقه قرر يهديه نظارة طبيعية تخليه يشوف الألوان بشكل طبيعي يعني عمل الألوان ما بيكون بيشوف الألوان بطبيعتها يعني لأول مرة يشوف الألوان في حياته يا الله ما أجمل ردة الفعل ونعم الصديق يعني عن جد نعم الصديق بيهدي له صديقه شيء مميز من هذا النوع طيب هذا الرجل من ذوي الإعاق انكسر عكازه ما قدر يقف كثير ناس مرته ما ساعدته طيب يعني هذا الرجل يبدو أن هو صاحب القلب الطيب اللي أحضر له عكازاته جديدة كهدية عن شاء تكل الاحترام هدول الرجال كانوا أصدقاء من فترة طويلة لكن قرروا يساعدوا صديقهم بطريقة حلوة لاحظوا تكونوا مسعد كهربائي في البيت يعني يفتح المسعد على غرفته مباشرة عشان يقدر يطلع وينزل بسهولة يا الله تأثر هيل معنى الحقيقي لكلمة صديق لما بيقف معك في محنة طبعا عشان ما حدا يحكي ليش بتحكي يا سامي ذوي الإعاقة ليش ما بحكي ذوي الاحتياجات الخاصة طبعا هذا المسمى هو اللي أقرته منظمة الصحة العالمية وشافت أن هذا المصطلح هو أنسب مصطلح يطلق على أصحاب الهمم يعني هم أيضا شافوا أن هذا المصطلح هو الأنسب لهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وإلى آخره يعني من باب الترويه طيب هاي المرأة طلبت من زوجها أن يقص شعرها مصبة بالكانسر السلطان الله يعافينا جميعا ويشفي كل مريض لكن زوجها تضمن محا حاب يشاركها في حالك شعره كمان يا جماعة الزوج سند مش مثل بعض الأزواج بتخلوا عن أزواجهم في وقت المرض للأسف هدول بصراحة مش بشر بكون يعني كل الاحترام لكل رجل أو امرأة تقف مع زوجها في المحن هاي فرقة كاملة من الشرطة عملوا سلسلة بشرية لإنقاذ كلب ضال سقط في الماء هاي الفرقة لازم تتكرم يا جماعة من باب تشجيع الأفعال الإنسانية الأفعال الجيدة هاذا حوت لفظته المياه خارج البحر وكان على وشك الموت لكن اجت المساعدة الناس حاولوا يعني لانه ما قدروا يرجعوا للمية لانه دقيل فما استسلموا صاروا يجربوا المياه إله لا يضل عايش لحين ما تيجي شاحنة اللي يعادته للماء مجرد المحاولة شيء منيح هدول مئات الأشخاص كانوا مجتمعين في هاي الساحة في هونغ كونغ في الصين يعني لكن جميعهم تراجعوا ليفساح الطريق أمام سيارة الاطفاق فكل الاحترام وما يكون التعاون بين الناس والشعب يعني ها شعب فهمان هيك بسين هاي المرأة وجدت ثلاث كلاب في وسط الطريق كلاب كانت مرعوبة ومش عرفة تروح يمين ولا يسار لكن قررت أن أتخدهم بسيارتها عن جد بحب الناس اللي بتتدخل بحبش الناس اللي بتحكينا ما اللي يدخل ما اللي يدعوه شو أساوي بستسلم لا حتى كانت مواقف بنظرك بسيطة لكن ممتازة هذا موقف رائع للشخص إنسان يقرر يشرب قطة بهاي الطريقة هذا الموقف ممكن يكون سوا في دخولك للجنة يعني ما تستقلوا بهاي الموقف لا تنسوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى مادت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها فركزه منيح بهذا الحديث فالحيوانات ممكن تكون سبب في تخلك النار أو تخلك الجنة هذا الرجل صار معه موقف خطير ساقه علقة بين الطريق والقطار وما قدر موظفي المحطة يعملوا شيء لكن بوقت تقرر كل من في القطار المساعدة بهذه الطريقة نجحوا في رفع عربة بتكون وزنة يمكن 33 طون تقريباً هذا كلب البوليس شجاع وصيب بجروح أثناء مهمة له والآن يتم الترحيب فيه كبطل من جميع زملائه كأنه موكب يعني رئيس تقديراً يعني لجهده طيب هذا الرجل عالق فوق الميهج الجريد وللأسف الكل بدحك عليه بدل المساعدة لكن أخيراً شخص دخل وساعدوا يعني رسالة الختامية إياكم إنكم تقفوا مكتوفين الأيدي أمام موقف بصدفكم دائماً نكونوا ناس الطيبين اللي بتتدخل المساعدة أنه كلها ممكن مر بأزمات مثل هيك وضلكم الذاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فخلونا دائماً عن جد نحن نكون الناس اللي ندخل في هذه المواقف نحن نكون النموذج الحسن في هذه المواقف وفي سواء كانت المواقف مع بشر مع حيوانات فالمساعدة ضرورية جداً ومهمة جداً طبعاً بتمنى يكون الفيديو عجبكم اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات وفي الختام بشكركم على المتابعة وبهيك بحكي لكم إلى اللقاء